اشتركوا في القناة وعزمت نفسك وتبت إلى الله وعزمت السير ستأتيك نفسك الأمارة بالسوء لتقول لك ما حاجتك لهذا السير ولماذا ترهقني ولماذا تتعبني ولماذا تمنعني من ملذاتي ألم يخلقني الله عز وجل وعطاني هذه الشهوات والملذات دعني آخذ منها من حلالها أو من حرامها ثم إن الوقت باكر عليك لتسير في هذا الدرب غدا بعد أن تصير طاعنا في السن هناك تذهب إلى الحج هناك تتوب إلى الله هناك تقبل على الله أما الآن فدعني آخذ من هذه الشهوات ودعني آخذ من هذه الملذات فنفسك ستقطعك عن الوصول إلى الله عز وجل وتحاول أن تعيقك شيطانك فإذا سكنت نفسك شيئا جاء شيطانك ليعترضك وأنت في هذا المسير فحينا يخوفك إذا سرت في هذا الدرب ستصير فقيرا إذا سرت في هذا الدرب ستصير ضعيفا إذا سرت في هذا الدرب ستصير منعزلا وحدك إذا سرت في هذا الدرب ربما آذاك المؤذون يعترض لك الشيطان بالمخوفات ويعترض لك الشيطان بالشهوات فيعرض لك المرأة بالحرام ويعرض لك المال بالحرام ويعرض لك الطعام الحرام ويعرض لك الشراب الحرام فنفسك عقبة في هذا الطريق وشيطانك عقبة في هذا الطريق وأصحاب السوء من شياطين الإنس عقبة في هذا الطريق فتجدهم يستهزئون منك يسخرون منك يرجفون عليك الأراجيف يشيعون عليك الإشاعات لأجل أن يقطعوك من هذا الدرب فتجد ربما أصحابك يقولون شو شيخي دعيننا الله يوفقك اسمك رايحة الجامع شو سيدنا بركاتكم نستلمين الإفتاء شايفكم شو سيدنا ما شاء الله حولكم صايرين من الأولياء لا تنسونا من الدعاء فيسخروا منك من حولك يريدون أن يصدوك عن هذا الدرب الآن ما العاصم لك ما العياذ لك من المجير لك من الحامي لك من المعين لك من الممد لك في هذا الدرب تجاه نفسك الأمار بالسوء وتجاه أصحاب السوء وتجاه الشهوات وتجاه الشيطان لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم العاصم والملجأ والحامي إنما هو الله تعالى فإن احتميت بالله تعالى واعتصمت نجوت وإن احتميت بذكائك وإن احتميت بتدبيرك وإن احتميت بمالك وإن احتميت بجاهك ستسقط وأنت في هذا الطريق قال الله تعالى فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما من اعتصم بالله من استعاذ بالله من استجار بالله من احتمى بالله من لاذ في جناب الله سيؤتيه الله تعالى من فضله سيمنعه الله تعالى من شياطين الإنس والجن سيحميه الله تعالى من مزالق هذا الطريق ترجمة نانسي قنقر